الحقيقة أن البرد هو من المسببات الكبيرة التي تؤثر على أجزاء الجسم سواء الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي أو الجهاز الهيكلي والأجهزة الأخرى مثل الكلة ومثل الأعصاب والعضلات وما غيرها جميع تتأثر طبعا أكيد تتأثر لأن البرد من الأسباب الرئيسية في التأثير على هذه الأعضاء وكل عضو يتأثر بشيء معين معناته نبدأ الحديث عن الأمراض التنفسية التي هي شائعة بكثرة خلال فصل الشتاء ماذا يحدث في هذا؟ الحقيقة أن أكثر الأجهزة التي تتأثر وهي العرضة لتأثر في البرد اللي هو الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي يبدأ عنا من الأنف إلى الحلق والحنجرة وإلى القصبات الهوائية وإلى الرئة وهي لأنه سبب رئيسي في أنه يدخل الهواء وإحنا بنعرف أن الله عز وجل خلق للإنسان في الأنف الشعيرات التي تحمي وترطب والأنف وترطب وتسخن الهواء البارد بعض الناس بيكون عندهم بعض المشاكل في هاي المداخل وبعضهم بيكون عندهم مشاكل في الفم في بعض الأحيان وبعض الأخوة اللي بيدخنوا كمان بيأدوا إلى أنه يصيبهم تلف في هاي المداخل فهاي بيصير يعني مباشرة إنها تتأثر للهواء البارد أو الساخن بأي لحظة من اللحظات بالشتاء إحنا غالباً والبرد بيصير عندنا تقلبات التقس سريعة ومتغيرة حتى في داخل البيت نفسه ممكن من غرف إلى غرفة يكون عندنا تغيرات في بعض الغرب بتكون مدفئة وساخنة بعضها الخروج المباشر من المنزل إلى خارج المنزل إلى العمل أو إلى المدرسة عند الأطفال أو غيرها وبالتالي هاي الأجهزة على طول تتأثر في درجات حرارة الهواء الداخل هل وجود حالات مرضية معينة بجهاز التنفسي الربو الحساسية أحياناً الجيوب بزيد؟ أكيد مئة بالمئة وخاصة عند الناس اللي عندهم أزمة لأنه اختلاف في الهواء البارد والاختلاف في درجات الحرارة تثير الأزمة وتؤدي إلى الأتاكس تاعة الهزمة والهجمة بنسميها عند الإنسان اللي عنده الأزمة بالإضافة اللي تكون يعني ظاهرة كأحب بأح بشكل متكرر هي ساعلة وضيق تنفس لأنه بيصير عندك في عندك ما هو عدة أمور الأمر الأول إذا كان هناك حساسية إذا كان هناك جيوب أنفية إذا كان هناك أزمة الآن في الأزمة هو بيسبب اللي هو سبازم اللي هو التشنجات تحت القصيبات والقصبات الهوائية وبالتالي الحجم تحت القصبات الهوائية بيكون ضيق ودخول الهواء صعب وبالتالي الإنسان بيشعر باختناق وبيضيق في التنفس ونقص في الأكسجين وبالتالي إزرقاق في الشفتين أو بالوجه أو بالجسم ككل لأنه هناك بيصير عندنا نقص أكسجين بالنسبة للجيوب الأنفية صعوبة في التنفس بيكون عنده التنفس من الأنف جفاف في الحلق الشخير بالليل وهذا بتعب بيؤدي إلى الصداع الحساسية بتأدي إلى تهيج في الأنف والحلق وبالتالي بيؤدي إلى تورم والتورم هذا بيؤدي إلى حكة والإنسان بيتعب من النفس أهم السبل الوقائية للحماية عم نتحدث أول محور الجهاز أو الأمراض التنفسية شو بتنصح؟ يعني النصيحة الأولى أنه الإنسان ما يتقلب بهاي الأمور من فجأة من مكان إلى مكان يكون مباشرة يعني يطلع من الساخن للبارد أو من البارد للساخن لأنه هاي على طول بتأثر عليه نعم ننتقل الحديث عن الجهاز الوعائي هل هناك أيضا بعض المخاطر وخصوصا ما بعرف إذا دقيق المعلومة الجفاف أو قلة تناول السوائل بيأثر على صحة الجهاز الوعائي أكيد لأنه عندنا إحنا حجم معين للدم والسائل الدم والموجود في الدم ما يعادل من خمسة إلى ستة لتر وغالبا في الشتاء بقل أخذ المشروبات خاصة المياه بالنسبة للإنسان العادي وخاصة كبار السن والأطفال بيقلوا من المشروبات هاي وبالتالي رح يتأثر عندنا الجهاز الوعائي والجهاز الكلوي لأن هاي الأجهزة بتعتمد على السوائل العالية والضخ اللي بيوصلها لأنه القلب شو بيوصله شو بيضخ نفس الشيء الكلية بتعتمد على ضغط عالي من السوائل تكون أعراض معينة دكتور هاي ممكن تكون يعني بتشير أو بتدل إنه في عندي مشكلة أو عم نتأثر من درجات الحرارة المتديدة بالأكيد إذا في الكلة فيه أعراض وإذا في القلب فيه أعراض الآن في القلب بتزيد عندنا ضربات القلب بتزيد سرعة التنفس لأنه القلب بديه يعوض لأنه في الشتاء شو اللي بيصير عندنا بيصير اللي هو التضيق في الأوعية الدموية حتى ما يخسر الجهاز الوعائي أو الجهاز الدموي ما يخسر الطاقة ويخسر درجة حرارة ويحتفظ فيها للجسم وبالتالي بيصير عندنا تضيق التضيق هذا بيأدي إلى ضيق الحجم تاع الأوعية الدموية وبالتالي القلب بضخ بنفس الطريقة فبيصير في ضغط على القلب ممكن يأدي ببعض الأحيان إلى ارتفاع في هذا الضغط وبالتالي بشعر الإنسان بصداع بشعر بارتخاء بشعر بتعب عام مرات بشعر بتورم بالأرجل مرات بالعيون حسب الوضع اللي بيوصل له للمريض وإذا بالكلة بدي يصير عنده تنفخ في العيون في الصباح خاصة لما يصعى من النوم العينين بتكون منفخة الأرجل بتتنفخ احتباس سوائل احتباس سوائل التبول بيكون فيه اختلاف لون البول بيكون ورضو فيه اختلاف في نصائح معينة لوقاية الجهاز الوعائي الأفضل هو احنا يعني دائما ننصح بتناول السوائل بغض النظر عن انه الجو بارد او ساخن اللي هي ما بين ثلاثة الى خمسة لتر يوميا قدر المستطاع لكن بهذه الحدود بغض النظر عن شكل السوائل ايش هي كانت سواء قهوة او شاي او عصير او اي شيء اخر نعم نتحدث ايضا دكتور عن التقس البارد وتأثيره على الاطراف بشكل خاص التقس البارد اكيد بأثر على الاطراف لانه عندنا احنا هناك اللي هي ظاهرة ظاهرة الراينز الدروم اللي هو ضيق الاوعية الدموية بعضها بتكون وراثية او خلقية عند الانسان وبعضها بتكون زي ما حكيت لك انه الاوعية الدموية بصير فيها تقلص نعم الان التقلص هذا بيؤدي الى قلة تزويد المنطقة بالدم والدم هو اللي بيجيب الطاقة والحرارة للمنطقة نعم وبالتالي بيصير عنا اللي هو التثليج بيصير عنا ازرقاق اول اشي اسفرار بعد الاسفرار بيصير لون للازرقاق وبعض الاحيان بيطلع عنا اللي هي الفقاعات السوائل وهي بتصير عند الاطفال غالبا لانه بعضهم بيمشوا بدون جرابات او بدون ناحية تاني عند كبار السن او الناس اللي عندها السكري لانه بيكون هم اصيبوا فيه تصلبات الشرايين نعم وبالتالي بيصير عندهم هاي الفقاعات اللي بتصير وبنتطر احنا نشيلها ونعملها شو بتنصح بهذا الخصوص وخصوصا انه احنا ما بدنا كمان الاقتراب المباشر من وسائل التدفئة صحيح ايضا تبارك اصل انه الانسان يحافظ على اللباس بدرجة حرارة بعينة نعم لانه الجسم يعني يحافظ يحاول لانه في عنا دائما الجسم يحاول على الحفاظ على درجة الحرارة درجة حرارة سبعة وثلاثين ستة وثلاثين ونص لسبعة وثلاثين اكثر من هيك او اقل لا لكن في بعض الاحيان بيصير في قصور بسبب الاوعية الدموية في التالي لا بد من اللباس الجيد واللباس الدافئ وتكون درجات الحرارة اللي متواجد فيها الانسان هي درجات حرارة مناسبة نعم نتحدث ايضا عن الجهاز الهضمي التهاب المفاصل هذه كلها تتأثر بالاجواء اكيد طبعا تتأثر لانه عندنا ما يسمى بانفل وانزل معيدة وبتعرفوا احنا في فصل الشتاء عندنا الفيروسات بتكثر نعم بسبب انه درجات الحرارة المتدنية والفيروسات بتعيش باقل درجة حرارة من ستين نعم لكن فوق الستين كل الفيروسات بتعيش بدرجة حرارة بتموت بعد الستين البكتيريا ما بهمها ممكن تعيش لها بدرجة حرارة بمية او اكثر فبالتالي الغالب عندنا اللي بتم في الامراض الشتوية اللي هي الفيروسات نعم سواء الانفلونزا او القريب او حتى الفيروسات الاخرى الجلدية مثل الهيربس وغير وغيراتو بتأدي الى هاي المشاكل والفطريات في الربيع او في البرد كمان هاي الفيروسات انتقالها بيكون سريع لوجود انه الناس تتجمع غالبا في الشتاء مع بعضها اكثر نعم بيكون المساحات مغلقة تواجد الناس اعدادها اكثر نعم وبالتالي العدوى بتكون اسرع نعم يعني انتهى الوقت ولكن هل تنصح بتلقي المطاعيم واللقاحات مثل المطعومة الفلونزا وغيرها للوقاية اكيد طبعا احنا بننصح دائما في المطاعيم لانه المطاعيم هي مطاعيم امراض مضعفة تعطي للمريض قوة ومناعة وبالتالي لو اصيب المرض بيكون عندك انت استعداد للاستقبال لهذا المرض ومقاومته والقضاء عليه كل شكر لهذا الشرح المفصل دكتور احمد علي خميس طبيب العام شكرا لحضورك كان بيودي يكون الوقت اكثر لنعطي لانه في عدة تفاصيل شكرا للمشاهدين اهلا سهلا